الناس هتنتقدني انا لو ما تقولي الفن فيه مقاملات على فكرة بعد كده بقيت معاك اثبات اثبات ايه ورق مختوم؟ لا ورق كده فيه الكلام ده انت بتعصب علي اقول ان هنرفستيني انا شخصي انت بدول كلام مش صح يا عم طب فيني الاعداد انا عايزة الاعداد داليا ايه؟ داليا الكلام ده انا جاي اعمل الحلقة كده لا بس انا عايز وادك على حيث مش ده ضايع مش بيدي فرصة خالص من حيث يتكلم اصلا هو ضايع ايه بعد اذنك انا عايز ابدأ بعد اذنك لا 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 معنش ثانية واحدة بس ثانية واحدة بس اهدى اهدى لا انا بيكلموني في الاربيس يالله فايف على فكرة مش انت اللي بتقول فايف بالمخرج اللي بيقول فايف اوكي اشتبقى عارف فور ثري تو وان وحشتيني في الفاصل انا قاعدة معاك في الفاصل مستبتكش ومشيت وحشتيني وانت قاعدة معاك قوليلي يا انجي الجمهور بيهمك؟ طبعا يعني لما الناس بتقول انجي هايلة وجميلة وامر تيبقى ممسوطة اه كويس وما حد بيوجيهلي نقد ساعات ايوا بكبركز فيه عشان احاول اصلح من حاجات احنا بس كل الحكاية هنحاول ننقلك وجهة النظر غير اللي عندك دي كل الحكاية فلازم بتتقبليها اتقبلها وتقبلها بس ما تكون حقيقية او تكون صح اللي انت جاي بتقوله ده مش مظبوط ده انطباع مش صح احنا معندناش حقيقة علمية كيمية ده انطباع مش صح الناس بتحسن اسأل الناس تحبي ان احنا نشوف رأي الجمهور نشوف رأي جمهور نسألهم لا احنا نزلنا الشارع مخصوص علشان خطرك انتي وعملنا التعليل انت هتشوفيه على الفيتي قاردة طب نشوفه قول انجي علي عايزين اسئلة كويسة عن نجد عايزين نعرف حياته عايزين نعرف بيحبي اما بيحبش ايه عايزين نعرف حاجات حلو متطولة كتير انا بقول الفنانة المزيعة انجي علي مفروض حضرت لعب الكرة برنامج في البلاتو لقيتها بتشخط ومتكبرة ومغرورة قوي ومفروض هي بار البلاتو بتبقى كويسة مع الناس وكرة مفروض الفنان يبقى صادق ويقدم عمل كويس وشخصيتك البلاتو زي بار البلاتو زي جوه البلاتو انجي علي متابع كل برامجها من زمان بس لكنها رفاية شوية فتقدني برامج أطفال أحسن خلاص ما تفعلي انا وحب انجي علي جيدان هي مزيعة كويسة جيدان بس انا يعني بانكودة بحبت حاجات انه هي بتتنضى كتير في البلاتو وكمان ما بتهتمش بسطيل لبسها قوي انا بحبها اوكي بس انا اريدها تهتمب نفسها اكتر من كده اه انجي علي مزيعة متابعها بقالي فترة بس انا عايز اقول لك على حاجة انت النهاردة مزيعة انا كمان مزيعة اوكي نهاردة علشان تكون مزيعة كويس تدي فرصة اللي قدامك انه يتكلم تمام زي ما انا قلت لك بليز وريني رأي الجمهور مش ممكن رأيوهم كلهم حاجة تانية خالص عموما رأيوهم يحترموا عليه وهحاول اخد بالي شوية من التنطيط اللي في الستوديو انا بتنطط في الستوديو بتنطط ازاي يعني ده رأيوهم انا مش متابع قوي الحياة في فترة فاتت شغلك بس يعني غلط انك تستضيفني وانت مش متابع شغلي ايه رأيك نطلع فاصل عشان انا بجد انا كده مش مفتوطة يعني انا كده نطلع فاصل عشان انا جاي العجيات معينة في البرنامج ده انا مش جاية عشان اسمع وجهة نظر كمبليتلي عكس اللي بتتقلي ايه المخرج انا جاي انا جاي عشان انا اعرف و انا معرفاقش دي شغلتي انا ولا الاعداد كويس انت طلبت ان تتسمع رأيي الناس لكن هذا الرأيي ليس.. سنحدد الناس بأينا ونسجل معهم لا، الجمهور اللي هنا اللي معي، انتم شايفين الكلام ده صح أو غلط؟ لا الجمهور لا، انا أريد أن تقولك لها هي الجمهور بيكون معي موافقة بتقولك لا اهي أنا مش عايز أن تأثر عليهم مش بأثر عليهم بس وهي بتقول لا إزاي؟ هم شايفينك كده متنرفزة حقيقة حتأثر عليهم، حتصعب عليهم لا مش هأثر على حد أنا مش عايز أن تصعب عليهم يا جماعة انتم مع الكلام ده أنا لو هاخد رأيي جمهون أخدوا جوا البرنامج ليه؟ ليه؟ يعني ليه ناخدوا برا البرنامج؟ هيبقى إيه؟ أنا تانية واحدة أنا جاي هنا أعمل إيه؟ أنت جاي ضيفة ضيفة حلوة قوي يعني أعمل إيه؟ لازم إكرام الضيف واجب أهلا بيك يا انجي أهلا وحشتين في الفاصل أنا برضو معيك الفاصل وليلي بقى يا انجي قولي سمعنا رأي الجمهور وفيه الحلو وفيه الوحش يعني فيه ناس قالت أنها بتحبك أي رأي بيتقال أنا بحترين وجهة النظر مش هعمل برنامج من وجهة نظر وأنا بحترين من وجهة نظر بالزبط كده بالزبط كده طيب تفتكري الناسي تأثرت لما انت تنقلت في أكتر من كرير من الموزيعة الممثلة أنا ما تنقلتش من أكتر من كرير وعشتهم شو هي؟ أنا ما تنقلتش من أكتر في كرير تلخبطني ما غيرتش الكرير بتاعي خالص أنا من يوم ما بقيت موزيعة لغاية اللحظة القادمة قدامك وأنا موزيعة أنا ما غيرتش اشتغلتي ستايلست وشتغلتي أر دايركتر الأر دايركشن والستايلنج تحت نفس البند والاتنين كنت بعملهم قبل ما اشتغل موزيعة أما بيجيلي حاجات وأنا موزيعة لو عندي وقت بعملها لو ما عنديش وقت ما بعملهاش يعني دا ايه دا هواية ولا عشان المادة ولا ايه؟ لا هواية بحبها مش عشان الفلوس يعني لا مش عشان الفلوس علاقاتك بزمالك تأثرت شوية وبضيوفك أكتر فبقوا ما بيردوش على تليفوناتك وبقيتك تتحيلي عليهم علشان يجو يحضروا معاك البرنامج كويس؟ مهم ايه رأيك في الكلام دا؟ نو كوماند أنا عايز اسمع كوماند وانا بقولك نو كوماند يعني عشان مظلش ان فيه حد بقاعد معي وانا بكلم صحابي على التليفون فالكلام دا مش مظبوط صحابي دا سؤال دا سازق جدا أصلا صحابي اللي بيقوله كده صحابي مين؟ صحابي كلا احنا سألناه يا عمر دي مش اسئلة داليا ممكن تتوق تارق 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 بليز معلش معلش داليا هوا البرنامج دا يعني دا لمسرحية ولا برنامج يعني ش ايوا يا داليا ما عندكش قوة شخصية اصلا ايوا يا داليا ايه الاسئلة دي ايه الاسئلة دي اما انا عايزة السؤال يعني ايه النهاردة انا بكلم حد ما بيردش عليها لا يعني ايه انا مش فهمة وبعين سايوان انا برنامجي اصلا كمان انا معي معدين بيشتغله داليا داليا يعني داليا فين طارق ببجادة انا عايزة طارق ممكن بعد الحلقة يعني ممكن نكلم طارق بعد الحلقة يعني الطارق مش هيكبرني اقول حاجة ممكن يشيل السؤال ده اسئلة دي عشان انت سبت معي بعدين على فكرة داليا تعالي ثانية واحدة تعالي تعالي على فكرة داليا تشتغل معي من زمان جدا اوكي مش verstehen اوكيicism اي دا انا حاس انك تتوض Right اذا ما ت闭ت تنريفست compete ترك يونيس تسأني تسألة قMANة بصانة عندما يتزال أم الماثفة انا نيس ده مني هذا غروف ده غروف امال ده ايه؟ ده ايه منافسة؟ لا مش منافسة بالعكس انا عندي روح رياضية جدا ما عنديش مشاكل ده خالص بس ده مش غرور اسألني في صميمة عملي اسألني على برامجي اسألني على شغلي انا بلي ست سنين بشتغل جاي تقولي عشان بيردوش عليك على التليفون ست سنين دي مش فترة كبيرة اسو اسو ايه ده اصلا اسو اسو ايه ده اصلا ايه ناس بشغل بقالها اربعين سنة في عمري انا يا سيدي ست سنين شكرا ايه اهمية الصداقة في حياتك؟ اهم شيء بحترمها جدا وبقدرها جدا مين عز اصدقائك في الوسط وبر الوسط؟ عز اصدقائي هما هماهم من ايام المدرسة ومن ايام الدراسة لغاية دلوقتي بحافظ على الصداقات دي جدا واولا ما اشتغلت بيتعرف على الناس كتيرة جدا على مدار معرفتي بالناس دي فيه ناس باعتمرهم اصدقاء قوي قوي يعني قريبين قوي لقلبي بحبهم بحترمهم جدا وفيه ناس ما بحبش اقرب لهم اي بحس انهم مختلفين عني فبنبقى معارف مش اصدقاء لان فيه فرق كبير ايام بين الصحاب والمعارف هم مين اللي بتقريبش تقربي منهم هم اللي بعدوكي ولا انت اللي بقيت عنهم لا انا بحس ان شخصيتهم ممكن متركبش على شخصيتي فبخليهم افضل ان هما يبدلهم معارف ما قربهمش قوي باي حاسس انت بغيرتي بعد موقتي مزيعة او مستلة عشان انا مغرورة فطبعا بعد الشهرة اتغريت اكتر صح؟ يعني مش قصدي اقول انك مغرورة انا قصدي اقول ان حصل درب يعني في العلاقة رائعه و نحصل Woah